موسيقى الرئيس السيسي يوجه بتوفير كافة اوجه الرعاية الصحية والعلاج للطالب منة الله شام حسن التي تعرضت لحديث دهس موسيقى الرئيس السيسي يؤكد ان مصر من اوائل الدول التي وضعت خطة استراتيجية طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة 20-30 موسيقى رئيس الوزراء يشهد افتتاح النسخة الاولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الانمائي موسيقى مجزل لهم واخر الاخبار مشاهدين الكرام اهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتح السيسي بتوفير كافة اوجه الرعاية الصحية اللازمة والعلاج طالب منة الله هشام حسن ثابت وهي طالبة بالصف الثالث الاعدادي وتبلغ من العمر 14 عاما وهي من محافظة السيوت والتي كانت قد تعرضت لحادث دهس من سيارة نقل وذلك حتى تتمكن من ممارسة حياتها مرة اخرى بشكل طبيعي قال الرئيس عبد الفتح السيسي بان مصر من اوائل الدول التي وضعت خططا استراتيجية طويلة المدى وذلك لتحقيق التنمية المستدامة حتى 2030 في قطاعات عديدة تنموية للتغلب على التغيرات المناخية جاء ذلك خلال كلمة سيادته عبر الفيديو كونفرنس في منتدى نصر للتعاون الدولي والتمويل الانمائي المزيد في سياق هذا التقرير بسم الله الرحمن الرحيم السيدات والسادة الوزراء رؤساء المنظمات الدولية والاقليمية ومسؤول الأمم المتحدة على الحضور الكريم في البداية يطيب لي أن أرحب بديوفينا الكرام في منتدى مصر للتعاون الدولي والتنمويل الانمائي في نسخته الأولى متمنيا لكم مؤتمرا مثمرا يسهم في دعم جهود المجتمع الدولي لتحقيق التنمية المستدامة السيدات والسادة إن البشرية في وقتنا الحالي تمر باختبار هو الأصعب منذ ذمن حيث تواجه عدة تحديات تتمثل في دداعيات جائحة كورونا والآثار السلبية للتغييرات المناخية هو ما يفرض علينا واقعا جديدا لتطلب أفكارا وسيغا أكثر ابتكارا في صنع القرار هو يعني أكثر بالنخاطر المحتملة ونهجا متوازنا يقوم على العمل المشترك لتحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية والمستدامة الخضراء لتلبية تطلعت شعوب العالم ولقد أضحى التعافي الأخضر ضرورة ملحة على رأس قائمة أولويات حكومات العالم في المرحلة الراهنة وهنا يجب أن لا نغفل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتباينة للدول الناشئة والنامية والتي تأثرت بشدة من جراء جائحة كورونا الأمر الذي قد يعيق من قدرتها على اللحاق برجب التعافي الأخضر هو ما تطلب مساندة للمجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية لتحقيق الأهداف المنشودة لتلك الأجندة الطموحة ومما لا شك فيه أن الحكومات بمفردها لن تستطيع تحقيق هذا التعافي لذا يبرز الدول المحوري للقطاع الخاص للمضي قدما نحو مستقبل مستدام من خلال الأليات المبتقرة لتعبئة الموارد والتمويل المختلط لتعزيز مشاركته في مختلف مجالات التنمية جنبا إلى جنب مع التوظيف الجيد للتكنولوجيا والتحول الرقبي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة للعالم أجمع السيدات والسادة لقد كانت نصر من أوائل الدول التي وضعت خطة استراتيجية طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة 2030 استنادا إلى الأولويات والمبادئ الوطنية بعد تحقيق التنمية المستدامة والشبلة أخذا في الاعتبار البعد البيئي كمحور أساسي في القطاعات التنموية كافة للتغلب على أثار تغيرات المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية والتحول نحو النمو الشامل والمستدام لما يضمن حقوق الأجيال القادمة وتتصق أهداف رؤيتنا التنموية لعام 2030 مع جنب التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 وجنب إفريقيا 2063 لتعظم من قيم العمل المشترك والتعاون متعدد الأطراف لدعم جهود التنمية في الدول المختلفة وفي هذا الصدد فإننا نؤكد على أهمية تحقيق التكامل الإفريقي من خلال تفعيل الأليات التنفيذية لاتفاقية التجارة الحرة الإفريقية والتي تعد محورا مهما من محاور النقاش في هذا المنتدى حيث تمثل تلك الاتفاقية دافعا قويا للمضي قدما نحو تعزيز للدماج والتكامل بين دول القارة والتي تمتلك فرصا هائلة لتطلع بدور المحوري في مستقبل الاقتصاد العالمي الحضور الكريم لقد قطعت مصر عهدا على نفسها بالمضي قدما نحو تحقيق التنمية جنبا إلى جنب مع مواجهة التحديات والمشكلات المتراكمة ونجحنا خلال السنوات الأخيرة في دفع جهود التنمية في العديد من القطاعات من خلال مشروعات البنية التحتية الكبرى وبرامج الحماية الاجتماعية وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري واتخاذ قطوات فعالة نحو التحول للاقتصاد الأخضر للارتقاء بحياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته وتلبية تطلعاته نحو غد ومستقبل واعد وما أشارت به العديد من تقارير المؤسسات الدولية ومن هذا المطلق فإن مصر ترحب بالتعاون الوثيق مع مؤسسات التمويل الدولية والأمم المتحدة ووكالاتها التابعة لتعزيز جهود التنمية وتوفير الخبرات اللازمة لأشقائنا في منطقته الشرق الأوسط وإفريقيا لنأخذ بعيد بعضنا البعض نحو تعقيق أجندة التنمية المستدامة 2030 ودعم الرؤية الإفريقية القرية 2063 وإنجاز ما أقره العالم في التفاق باريس للبناخ وختاما أتمنى لكم التوفيق في أعمال هذا المنتدى وكل ثقة في أن تخرج المناقشات بتوصيات تدعم الجهود الهادفة لتعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف والتمويل الإنمائي من خلال المؤسسات الدولية وجهود بناء القدرات والدعم الفني عن طريق الأمم المتحدة لنحقق طبوحات شعوبنا ومتطلباتهم نحو مستقبل أفضل شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الصباح اليوم افتتح النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي وتمويل الإنمائي والمنعقد على مدار يومين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنظمه وزارة التعاون الدولي بمشاركة بعض المؤسسات المختصة ولفيف من قيادات الدول والوزارات وصانع السياسات واشهد المنتدى عددا من الجلسات الحوارية وورش العمل لتبادل الأفكار والرؤى ومناقشاتها حول كيفية تحقيق التنمية المستدامة على مستوى العالم وقد صرح مدبولي بأن المنتدى ينعقد في ظل ظروف استثنائية جاءت نتيجة استمرار أزمة كورونا وأضف أن تلك الأزمة أظهرت أهمية التعاون متعدد الأطراف وحتمية تعزيز جهود التعاون الدولي بين كافة الجهات أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هلازايد عن إصدار شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا والتي تحمل رمز الاستجابة السريع مجانا لجميع الطلاب والعاملين بالجامعات المصرية استجابة لرغبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة ووزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار اليوم نقاط التطعيم بجامعة القاهرة لمتابعة سير عملية تلقي الطلاب والعاملين بالجامعة لقاح فيروس كورونا ودعت وزيرة الصحة الطلاب والعاملين بالجامعات الحكومية والخاصة لتلقي لقاح فيروس كورونا قبل بدء العام الدراسي الجديد لضمان انتظام العملية التعليمية وفقا لتوجهة الرئيس السيسي وبما يتماشى مع خطة الدولة للتعايش الآمن مع فيروس كورونا كان هذا مجازن على الإخباري لهذه الساعة دمتم بخير إلى اللقاء اشتركوا في القناة